صباح الخير عاملين اي رب تكونوا بخير هعضر معاكم فطول سهل وسريع وجديد طعمه حلو قوي جبت اتنون بيضة وحطتهم في الطبق حط عليهم رشة ملح ورشة فلفل اصمر ورشة بسيطة خارس من البابريكا ورشة زعتر هضربهم بقى بالمضرب اليدوي مع بعض لا تنسوش بقى اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم ان شاء الله كل جديد تمام ضربتهم خلاص مع بعض عندي بقى كوباية حليب عادي جدا بدرجة حرارة المطبخ كده يعني مش سائع ولا صخر هضيفوا عليه على البيت كده وقلب تاني عشان الحليب يختلت بيهم عندي كمان كوباية دقيق من اللي هي الكوباية اللي انا عايرت بيها الحليب يعني لازم تكون بنفس الميز اضيفها عليهم بس هضيفها بقى ايه شوية وقلب وشوية وقلب مش هحطها مرة واحدة عشان خاطر مقل ديه ما اعملش معاية تكتلات يعني يدوب معاية بسرعة احلى حاجة في الفطار ده بقى ان هو يعني من غير عيش وفكرته حلوة وجديدة ومشبع قوي خلاص ده كده هو القوام وطبعا احاول اجيب بقى اللي عالجوانب عشان خاطر بيبقى في ديه كده عالجوانب بس تمام هو ده كده القوام اللي انا عايز شبيه لعجينة الكريب شوية بصبع عندي هنا خضار اي خضار عندكم في البيت بقى قطعوه انا بصراحة اللي كان عندي فلفل رومي اخضر كان عندي جزر بشرته بالمبشرة والفلفل قطعته حيثة صغيرة ولانشون بيفي قطعته حيثة صغنانة خالص بالسكينة زي ما انتم شايفين كده الحشو ده بيختلف طبعا يعني اي حاجة وقطره في الالوان بقى لان الالوان بيبقى شكلها حلو وفايدتها كمان حلوة قوي هنزل كل الخضار ده وعلى فكرة ينفع معا اي حشو يعني ممكن فراخ صوسيس لحمة مفرومة اي حاجة ولكن يعني الحشو لازم يكون مستوي ما تبقاش حاجة نية محطش اللحمة مفرومة نية او محطش الفراخ نية فبما ان ده افطار فيعني خلينا في اللانشون والفلفل والحاجات دي ولو فيه فلفل الوان بقى يبقى طحفة خلاص قلبتهم مع بعض اروح بقى على البوتاجاز احط معلقة زيت في طاصة والنار بتاعتي هديئ جدا يعني الطاصة بردا ما ينفعش خالص الطاصة تكون سخنة تمام؟ الطاصة لسه بردا خالص هوزع معلقة الزيت واجيب بقى الخليط بالكبشة كده واعمل بقى اي اه بالمقاس اللي انا حبايا يعني انا بحبه يملى الطاصة يبقى كبير عشان هو يعني سندوتش واحد تمام؟ لانه مش بقى قوي فالكوباية دي اللي احنا عملناها من الدي بتعمل لي رغفين كبار ما شاء الله بالحاج من انتو شايفينه ده حاطيت بالكبشة كده ووزعتها في الطاصة دلوقتي بقى هعلي النار بس مش هعليها اوي هخليها وسط عشان خاطر يبدأ يتشمع هعرف منين بقى نوان استوى من تحت على ايه زي ما انتو شايفين كده لونه غير من العلوش وحروفه زي اللي نشفت كده حاجة بسيطة واتهزي الطاصة تلاقيه فصل هو كده تمام استوى بس انا بحب اديله تحميصها من تحت شوية يخد لون دهب شوية وبعدين اقلبوا بقى الوش التاني شفتوا بقى فيش اسهل ولا ابسط ولا اسرع من كده بحب قوي ياخد اللون الدهب ده سيبوا بس ياخد تشميعه من تحت كده بسيطة ومحضرة عندي بقى اي نوع جبنة عندكو في التلاجة انا عندي موتزاريلا بحب اعملو بالموتزاريلا عادي ممكن تعملو بجبنة يا رب ان شاء الله بيضاء جبنة مثلسات جبنة رومي بيكون وهم جبنة الرومي فاضيع بيبقى طعمها طحفة معي جبنة الموتزاريلا بتبقى ملهاش طعم ولكن انا بحبها عشان بتمط ولو هتحطوا جبنة موتزاريلا بخلوها برا التلاجة شوية ما تحطهاش ساقعة ولا خارجة من الفريزر عشان خاطر تمط معاكو وتسيح كويس بس الجبنة الرومي بقى بكل رهيبة والله حلوة جدا حطيت شوية الجبنة كده على نص مش فردتها على العيش كله لا على النص بس وتانية النص التاني زي ما شفته كده خليت النار في الوقت ده بقى هدية شامعة علشان خاطر الجبنة يدوب تسيح بس تتكعليها بالاسباتيولا كده لحد ما حس انها ساحت معي تبقى خلاص تماما على فكرة كل ده ماخدش كده ايه تلات دقايق كده عميل يعني بصو خلاص الجبنة ساحت كده تمام بصو بقى الرغيف اصلا ماشاء الله طحفة يعني كبير مش بقى يا دوب جنب كوباية شاي او كوباية نسكة فيه بس مش هتحتاج اكتر من كده هو فيه العيش منه فيه وفيه الخضار فيه جبنة فيه كل حاجة يعني منه فيه كده جربوه طعمه طحفة هتدعولي بعد السندويتش ده بصو بقى جبنة من جوه وهمي يا جماعة عايز اقولكو ده مع ماجي النسكة فيه اختراع جربوه هيعجبكو قوي و هيعجب بولادكو قوي بالزيت اللي مش بياكلو خضار الخضار هيبقى مستخبي جوه فمش هياخدوا بالهم و هيبقى طعم مطوح فهيعجبهم قوي و زي ما شفتوا فطر سهل وسريع لو الفيديو عجبكو بعض نسوش تحطوا لي لايك واشتركوا في القناة واشوفكو بقى على خير ان شاء الله في الفيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة